استغرب محافظ ديالي عدم قدرته على الحديث مع رئيس الوزراء هاتفيا رغم محاولاته المستمرة منذ أمس الجمعة بهدف إبلاغه بخطورة الموقف المائي بعد ارتفاع مناسب المياه ولغرض استحصال منحة طوارئ سريعة لتهيل طريق إمام ويس الرابط بين بعقوبة وخانقين بعد خروج طريق بحيرة حمرين من الخدمة بسبب الأضرار سيما وأن خمسة وحدات إدارية انقطعت عن مركز المحافظة أسف الشديد البارحة حضور السادة عظام السنوب وبلغناهم رسائل أنه يوصلونها إلى السيد رئيس الوزراء بس للأسف الشديد أنا كمحافظ ما عندي اتصال مع السيد رئيس الوزراء ولا عندي اتصال مع خلية الأزمة واليوم حاولت أأمن اتصال مع أحد الجهات حتى نشرح الواقع الذي قد يكون قلق خلال 48 ساعة القادمة لكن للأسف الشديد لحد هذه اللحظة ما حصلنا اتصال أنا من خلال فضايات كماناشد السيد رئيس الوزراء بإعطاء منحة طوارئ سريعة لتصليح طريق إمام ويس الرابط بين خانقين ومدينة بعقوبة لأنه الكل يعرف اليوم طريق بحيرة حمرين خرج عن الخدمة بالكامل انقطاع اليوم أكثر من أربع خمس وحدات إدارية عن مركز المحافظة بعقوبة هذا كل يطلب حقيقة تواصل مع الحكومة المحلية مع حكومة المركز للأسف الشديد لحد هذه اللحظة ما أمننا اتصال مع السيد رئيس الوزراء نحن إرادات سيد حمرين اليوم حقا جاوزت الألف والأطلاقات حدود 700 متر مكعب وهذه الموازنة تأمن حدود مدينة بعقوبة إن شاء الله من الغرق خلية الأزمة ومنذ فجر اليوم باشرت أعمالها لدرء خطر الفيضان بعد ارتفاع مناصي بنهر ديالة حيث وضعت السواتر الترابية لحماية قرية الشفتة المطلة على النهر كما تم إغلاق جسر الشريف وسط المدينة فيما قسم فريق عمل الخلية إلى نصفين تبا قطع جسر الشريف وذلك لتلاف الأضرار إضافة إلى الطريق المؤدي إلى خانقين أيضا انقطع بسبب زيادة المياه في حوض حمرين فصار الرأي أنه نحن نأتي لاستكمال استعداداتنا مع وزارة الموارد المائية وقيادة العمليات ودوارنا الخدمية من أجل تحصين مدينة بعقوبة وقسم العمل كلاتي المحافظة ودوار الخدمية ووزارة الموارد المائية في مركز مدينة بعقوبة الشفتة والمناطق التي بيها من خفضات وقيادة العمليات والأخوة في الحشد وقيادة الفرقة على خرنابات والهويدر أما سد حمرين فقد ارتفعت مناسبه المائية وهو ما دفع إدارة السد لزيادة الإطلاقات باتجاه نهر ديالة الواردات المائية بازدياد اليوم جاينا وارد بحدود 1200 من درب اندخان ومجموع الإرادات المائية من الويند ومن الوديان الطبيعية الأخرى فزادت المنسوب بحدود 14 سنتيم منسوبنا اليوم هو 104.20 فالحقيقة اضطرنا أن نزيد شوية من التصريف بحدود 50 متر وبذلك يصور مجموع التصريف 700 متر مكعب الثاني من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالة العنبقين الحرة